السلام عليكم ورحمة الله أعطيكم العافية معاكم حمز الفاعوري من قناة ميتزيديو رح نشرح اليوم الشابتر السادس في مادة الفارما 1 الشابتر بيحكي عن introduction to autonomic pharmacology الشابتر السادس طبعا هذا الشابتر كثير مهم وفيه شوية صعوبة لأنه هو رح يكون الأساس اللي رح ننطلق فيه في مادة الفارما 1 رح نتطرق إلى هاي الأمور في فارما 2 وفارما 3 وعدة مواد رح نأخذها إن شاء الله في مساق الصيدنا خلينا نحكي بداية مقدمة عن nervous system بشكل عام عندنا nervous system هو عبارة عن peripheral nervous system وعبارة عن central nervous system زي ما منعرف نحنا إنه central nervous system هو عبارة عن brain and spinal cord اللي هو الدماغ والنخاع الشوكي أما بالنسبة لل peripheral nervous system هو كل الأعصاب ما عدا central nervous system يعني كل إشي ما عدا brain and spinal cord هو يعتبر peripheral طبعا نحنا ما رح ننكز نركز على central nervous system رح نحكي اليوم عن peripheral nervous system بالنسبة لل peripheral يقسم إلى قسمين efferent division قسم efferent وقسم efferent الفرق بناتم بس حرف الأول فالefferent هو النازل يعني بيكون عندنا النورون carry signal away from the CNS to peripheral tissue يعني بتنتقل الإشارة من ال CNS إلى التيشو فهذا منسميه motor أو efferent رح نربطها بكلمة effect يعني efferent efferent effect فهي تعني السيالة العصبية النازلة اللي بتطلع من ال CNS إلى التيشو بالمقابل في عندنا ال efferent رح يكون هو عبارة عن صاعدة أو منسميها السنسوري فهي رح تنقل الإحساس من التيشو إلى ال CNS طيب احنا بهمنا هون كمان مع وجه الخصوص اللي هو ال efferent الموتور للنازل يقسم إلى قسمين autonomic system و somatic system السوماتيك هو الجسمي أو الاشي اللي احنا إرادي بيكون voluntary control of function يعني بيكون في عندنا حركة إرادية أو جسمية فهذا منسميه somatic فهي voluntary أما بالنسبة للنوع الثانيين هو الـ autonomic الذاتي أو الحشوي نحن ممكن نسميه هو involuntary غير إرادي unconsituous لاواعي فهو involuntary و unconsituous بالنسبة للfunction الـ autonomic nervous system هو اللي رح ندرسه في تشابتر اليوم يقسم إلى intric nervous system و parasympathetic والsympathetic طبعا نحن اسمعنا كثير هاي مصطلحات ولكن بدنا اليوم نتطرق إلها ونتعمق فيها بالنسبة للparasympathetic وعندنا السمبathetic الـ intric ما رح ننركز عليه كثير الـ intric بيخص عندنا الـ nerve الأعصاب اللي بتكون موجودة بالـ GIT والبنكرياس والقالب لدر أما بالنسبة للparasympathetic والsympathetic هم اللي رح نركز عليهم بالنسبة للparasympathetic خلينا نعرف أنه هي عبارة عن حالة الراحة البارasympathetic هي عبارة عن حالة الراحة أما السمبathetic هي حالة الطوارئ بس هيك المفروض أنه نحن نعرف هاي الأمور مبدئيا عن السمبathetic والبارasympathetic اللي هي حالة الراحة وحالة الطوارئ طيب هلا رح نركي Autonomic Nervous System بالنسبة ل Autonomic Nervous System نرمز له ANS هو عبارة The Major Involuntary Unconstituous زي ما اتفقنا أنه هو Involuntary و Unconstituous لا واعي ولا إرادي Autonomic Portion Of The Nervous System And Contrast هو معاكس In several way With The Somatic هو عكس السوماتيك احنا اتفقنا أنه السوماتيك هو عبارة عن الجسمي أو هو الإرادي أما بالنسبة لل ANS الـ Autonomic هو عبارة عن لا إرادي The Anatomy اللي بالنسبة للتشريح لهذا السيستم هو فيه عندنا Neurotransmitter Chemistry اللي هنا نواقع العصبية Receptor Characteristics Functional Integration Of ANS And Discussed In The Chapter هذا الشيء رح ندرسه كله في هذا الشابتر اللي هو التشريح يعني نتعرف على الأجزاء الأساسية في هذا الجهاز العصبي رح ندرس Neurotransmitter النواقع العصبية الريسبتورات والتداخلات ما بين الريسبتور والنيurotransmitter Drug in many other group have significant Autonomic effect many of which are undesirable في بعض الأدوية اللي بتشتغل على Autonomic effect تمام هي هاي رح نركز عليها في هذا الشابتر وفي بعض الأدوية اللي ما بتركز على Autonomic نحنا ما رح ندرسه في هذا الشابتر بشكل مختصر في عندنا نحنا اللي هو Brain with Spinal Cord اللي هو يعتبر جزء من ANS CNS عفونا CNS Central Nervous System رح يكون في عندنا جسم الخلية العصبية رح تنتقل السيالة العصبية من ال CNS إلى الجانجليون هاي لازم نركز عليها إنه بتنتقل عندنا الجانجليون الجانجليون هي عبارة عن عقدة عصبية تجمع للأعصاب بيجي عصب بيوصل رسالة العصب ثاني مكان التقاءهم رح يكون في عندنا ما يسمى بالجانجليون اللي هي العقدة العصبية بعد هيك رح يكون في عندنا استقبال من خلية عصبية أخرى رح تنتقل هاي السيالة العصبية إلى F-victor organ سواء كان tissue سواء كان muscle سواء كان gland إلى آخره فإذن رح نلخص الأمر إنه عندنا CNS وفي عندنا F-victor وما بنادتم يوجد الجانجليون تمام إذن CNS جانجليون F-victor هذا أهم شيء في عندنا pre-ganglionic neuron وفي عندنا post-ganglionic neuron يعني العصب ما قبل الجانجليا والعصب ما بعد الجانجليا هذا الشيء اللي لازم نفهمه ونركزه في هاي الرسمة طبعا زي ما اتفقنا إنه نحن نركز على E-neuron of Autonomic Nervous System يعني E يعني اللي نازل يعني motor تمام هاي هيك تقليرا بشكل مبسط مقدمة عن Autonomic Nervous System طيب بالنسبة لهاي الرسمة هاي الرسمة رح نوقف عندها كثير لأنها تعتبر الأساس اللي رح ننطلق فيه بالنسبة لهذا الشابتر الرسمة هاي لازم نحفظها بصم تكون مطبوعة بدماغنا بكل تفاصيلها الصغيرة والكبيرة رح نشرح عليها كثير لأنه لما بنفهم هاي الرسمة ونحفظها بصم كل اللي قدام رح يكون ضمن الشابتر رح يكون هو عبارة عن مراجعة طيب خلينا نبلش بالSomatic اللي ما رح نركز عليه كثير بالنهاء بالبداية عفوا في عندنا Somatic System اللي هو الإرادي تنتقل عندنا السيارة العصبية ما بيكون في عندنا هون أهم شي إنه ما في عندنا نغانجليون بالSomatic System ما في عندنا نغانجليون رح تنتقل السيارة العصبية مباشرة إلى الإفكتور اللي هو السكيرتال مصل بالنسبة للSomatic System الReceptor عبارة عن نيكوتينيك ريسبتور هايو نوعه نيكوتينيك ريسبتور والناقل العصبي هو عبارة عن أسيتايل كولين هاي الأمور بدنا نحفظها إذن Somatic ما في عندنا نغانجليون النيورو ترانزميتر أو الناقل العصبي هو عبارة عن أسيتايل كولين الريسبتور هو نيكوتينيك ريسبتور نوعه نيكوتينيك ريسبتور والإفكتور هو عبارة بيكون غالبا عن سكيرتال مصل هاي بالنسبة للSomatic اللي ما رح نركز عليها في دراستنا هلا مليجي للأوتونوميك اللي هو أهم إشي اللي نحنا رح ندرسه بالنسبة للأوتونوميك نيرفا سيستم في عندنا Barasympathetic في عندنا Sympathetic وفي عندنا النوع خاص من Sympathetic نتركه عجلنا بخلينا نبلش بالBarasympathetic البارasympathetic زي ما اتفقنا هي عبارة عن حالة الراحة لما يكون الجسم في حالة راحة تنتقل عندنا سيالة عصبية إلى ما يسمى زي ما اتفقنا هذو عبارة عن Ganglion هاي لازم نركز عليها اللي هي Ganglion هذول الثلاث عبارة عن Ganglion واللي تحت هذوله عبارة عن Effector Organ اللي هنا الأعضاء المتأثرة بهاي السيالة العصبية فخلينا نبلش بالBarasympathetic زي ما حكينا في عندنا سيالة عصبية راح تنتقل إلى Ganglion في كل Ganglion المستقبل أو الريسبتور هو عبارة عن نيكوتينيك هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاث نيكوتينيك ريسبتور إذن بنثبت معلومة انه الريسبتور ضمن ganglion دائما بيكون عبارة عن نيكوتينيك ريسبتور هاي واحد طيب نيجي للنيورو ترانزميتر نلاحظه نفس النيورو ترانزميتر عبارة عن أسيطاي الكولين أسيطاي الكولين أسيطاي الكولين فإذن خلينا نثبت بالlungلion انه الريسبتور هو عبارة عن نيكوتينيك عن أسيطاي الكولين تمام بنرجع للبارة قلنا أسيطاي الكولين نيكوتينيك ريسبتور انتقلت هاي السيالة بعد الجانجليون انتقلت الى الإفكتور بالباراسيمباثاتيك الإفكتور هو عبارة عن ماسكورينيك ريسبتور نوع ريسبتور ماسكورينيك ريسبتور ونوع النيورو ترانزميتر ما بتغير نفسه أسيطايل كولين تمام هاي بالنسبة للباراسيمباثاتيك بنرجع أول وجديد باراسيمباثاتيك انتقلت سيالة عصبية راحت على الجانجليون أسيطايل كولين ونيكوتينيك ريسبتور بينتقل بعد هيك ما بعد الجانجليون إلى الإفكتور الإفكتور عبارة عن ماس كورونيك ريسبتور والأسيطايل كولين هو عبارة عن نيورو ترانزميتر طيب بعد هيك نيجي للسيمباثاتك نفس النظام تنتقل عندنا السيالة العصبية إلى الجانجليون الجانجليون نحن اتفقنا أنه الريسبتور هو عبارة عن نيكوتينيك والنيورو ترانزميتر عبارة عن أسيطايل كولين بعد هيك رح ينتقل السيالة العصبية ما بعد الغانجليون إلى الإفكتور الإفكتور هون بيكون ريسبتور تبعه أدرينيرجيك ريسبتور نوع الريسبتور أدرينيرجيك نوع نيرو ترانزميتر بيختلف عن السيالكولين هون نور إبينيفرين اسم النيرو ترانزميتر عبارة عن نور إبينيفرين فإذن شو اختلاف وشو الاتفاق ما بين البرسنبثاتيك والسنبثاتيك أول شيء الغانجليون نفسه السيالكولين السيالكولين بالنسبة للبراسمباثرتك رح يكون عبارة عن ماسكورينيك وبيكون الاسططال كورين هو نيورو ترانزميتر بالسمباثرتك الفيكتور رح يكون عبارة عن أدرينيرجيك ريسيبتور والنور إبنيفرين هو عبارة عن الناقل العصبي أو نيورو ترانزميتر هاي القسمين الأساسيات بالنسبة للأوتونوميك نيرفا سيستم طيب في عندنا النوع خاص اللي هو السمباثتك انervاشون اوف ادرينيا الميدالة عبارة عن لب الكذر في عندنا أعصاب موجودة فيها تتبع إلى السيمباثاتيك فهي نوع خاص من السيمباثاتيك في عندنا اختلاف بسيط ما بينه وما بين السيمباثاتيك عشان هيك عملناها نوع خاص هي مختصة لحالها بالأدرينال ميدالة رح تنتقل عندنا السيالة العصبية إلى الأدرينال ميدالة اللي هي لوب الكذر المستقبل زي ما قلنا عبارة عن جانجليون الرون الريسبتور هو نيكوتونيك ريسبتور زي ما اتفقنا والنيورو ترانزميتر هو الأسيطايل كولين بعد هيك رح تنتقل عندنا السيالة العصبية ما بعد الأدرينال ميدالة رح تنتقل عبر السيالة العصبية عبر نواقل العصبية هي الإبينيفرين والنور إبينيفرين اللي بتكون مفروزة ضمن الجسم المستقبل إليها أو الرسبتور هو عبارة عن أدرينيرجيك زي السوماتيك عشان هيك هي نوع خاص من السوماتيك سيستم عفوا مثل السيمباثاتيك هي نوع خاص من السيمباثاتيك فإذا هاي باختصار هي الأمور اللي نحنا بدنا ندرسها في هذا الشابتر عندنا باختصار البراسيباثاتيك لأن الجانجليون كلهن نفس الشي بشبههم بعض السيباثاتيك رح يكون عندنا أدرينيرجيك والنوع الخاص بالأدرين المضالة رح يكون أيضا أدرينيرجيك فهاي هي الأمور اللي رح نركز عليها في هذا الشابتر هون رح نحكي شوي عن السيالة العصبية من حيث الطول مقارنة ما بين السيباثاتيك والبراسيباثاتيك في البداية عندنا الميدالة أو سباينال كورد هو اللي رح يكون عبارة عن السنترا نيرفا سيسم رح تنتقل في البداية السيالة العصبية التوصل ضمن الجانجليون على النيكوتينيك ريسبتور النيورو ترانزميتر هو عبارة عن ستالكولين السيتالكولين رح ينقل هاي السيالة العصبية إلى الماسكورينيك ونوع نيرو ترانزميتر أيضا الأسيتالكولين فهذا النوع منسمي البراسيمباثاتك هاي بالنسبة للرسمة الأولى ونيجي للرسمة الثانية نفس الشي عندنا سيارة العصبي بتنتقل عن طريق الأسيتالكولين رح توصل إلى النيكوتينيك فهي عبارة عن غانجليون النيكوتينيك ريسبتور رح ينقل نفس الأسيتالكولين وتوصل إلى الماسكورينيك هاي السيمباثاتك طيب هون نحن نلاحظ أنه فيه اختلاف نحن نعرف أن السيمباثاتك دائما بيكون ريسبتور تبعه بالغانجليون نيكوتينيك وبالإفكتور عبارة عن أدرينيرجيك بس هاي حالة خاصة بس بالسويتغلاند بيكون فيه عندنا الريسبتور هو عبارة عن ماسكورينيك طيب هاي اللي بعده عندنا سيارة العصبية بتنتقل عن طريق الأسيتالكولين إلى النيكوتينيك ريسبتور في الغانجليون بعد هيك رح تنتقل السيارة العصبية إلى الإفكتور عن طريق نيرو ترانزميتر يسمى النور إبنفرين بنرمزه بالرمز ني وبعد هيك المستقبلات تبعه أدرينيرجيك ألفا وبتا والرسمات اللي تحت أيضا نفس الشي بنسبة للمقارنة ما بين السيمباثاتك والبرسيمباثاتك طيب بالنسبة للمقارنة بيناتهم بنحيث السايت مكان هاي الأعصاب وين بتكون موجودة هاي الأعصاب بالنسبة للسيمباثاتك العصاب تباحة بتكون موجودة بالثوراسك واللمبرريجون of spinal cord في المنطقة الصدرية والفقرية من العمود الفقري أما بالنسبة للبرسيمباثاتك بتكون موجودة بالبرين بتكون موجودة بالساكرا الإيريان من فلازم نميز ما بين الأعصاب للأتونوميك نيرو سيسم يعني باختصار السيمباثاتك تكون بالمنطقة المتوسطة اللي هي الصدرية والفقرية البارساك فوق وأسفل فوق بالبرين وأسفل بالساكرا اللي هي المنطقة العجزية بالنسبة للَ length of viber طول الألياف بالنسبة للسيباثاتيك رح يكون فيه عندنا short Braganglon إذا منرجع على الصورة ومنلاحظ إنه هاي السيباثاتيك مثلا ال Bridanglon ما قبل الجنجلية بيكون عندنا قليلة أو بتكون قصيرة وما بعد الجنجلية بتكون طويلة بالنسبة للبارة السيباثاتيك رح يكون عندنا بالعكس Long Braganglon و Short Post Logan بالنسبة لل Ricanglon طبعاً ما كان وجود القانجلية بالنسبة للسيمباثتك رح تكون هي قريبة من السبينال كورد عشان هيك قلنا البريغانجليون بتكون شورت أما بالنسبة للباراسيمباثتك رح يكون عندنا قريبة من الإفكتور أورغان عشان هيك منقول لونج بري وشورت بالبوست يعني باختصار هون بيرجعب يعرف أن الأوتولوميك نيربس سيستم هو عبارة عن موتور أو إفيرانت بورشن هو الجزء حركي أو نازل من السي أن اس إلى الإفكتور اللي هنا بالغالب يكون سموث مصير وكارديوك مصير إلى آخرين في عندنا التو ماجر سبديفجين أوف ذا أوتونوميك نيربس سيستم اللي هنا البراسيمباثتك نيربس سيستم منرمز له بالرمز PANS وعندنا السيمباثتك نيربس سيستم اللي منرمز له بالس اي ان اس في عندنا النوع الثالث اللي هو غالباً نحن ما منركز عليه في دراستنا اللي هو جزء اسمه انتريك نيربس سيستم هذا الجزء located in the gastrointestinal tract اللي هي الجي اي تي with a specific function for control of this Oregon organ system يعني هو بتحكم في الفنكشن اللي بتخص هذا الأورغان اللي هي الأمعاء المعدة الاخري the ENS consists of the myentric plexes وفي عندها عبارة عن sub mucous plexes هذول الجزئين هن الموجودين في هذا النظام العصبي they send sensory input to the parasympathetic and sympathetic nervous system and receive motor output from them هذول الجزئين اللي هن الماينتريك plexes والsub mucous plexes بيرسلوا بيستقبلوا اشارات من البراسيمباثتك والسيمباثتك there are many sensory fibers in autonomic nerve في عندنا أيضا بعض السensory efferent اللي موجودة عندنا بالنسبة للنظامين these are of considerable importance of the physiological control the involuntary organ but are directly influenced by only a few drugs بالنسبة لهذول الأماكن اللي هي السensory طبعا بيتأثر عندنا الautonomic nervous system بالسensory ولكن للأسف أنه التأثر تبع الأدوية بيكون بالغالب على ال involuntary تمام؟ فتأثير الأدوية رح يكون على ال ans مش على السوماتيك هاي الرسمة حكتنا الدكتورة أنه مش كثير يعني مطالبين فيها طيب خلينا نحكي عن ال aspect of the autonomic nervous system بعض الأجزاء اللي موجودة ضمن الautonomic nervous system بالنسبة للcentral root of origin اللي هنا مكان وجود الأعصاب بالنسبة للسيمباثاتيك بريغانجليونيك فيبر originate in the thoracic واللمبر زي ما اتفقنا أنه الأعصاب تبعا بتكون موجودة بال thoracic الصدرية واللمبر اللي هي القطنية الثوراسيك من T1 إلى T12 واللمبر من L1 إلى L5 هذوله بالنسبة للسيمباثاتيك طيب بالنسبة للبراسيمباثاتيك رح يكون موجودين عندنا بالcranial nerve اللي هنا الأعصاب القحفية اللي بتجمجم وتكون قوي بالرأس اللي هنا العصاب الثالث السابع التاسع والعاشر وبيكون موجود أيضا في الأجزاء الساكرال العجزية من السيمباثاتيك هسا بنيجي إلى وجود الجانجليا مكان وجود الجانجليا طيب بالنسبة للسيمباثاتيك نحنا زي ما اتفقنا أنه السيمباثاتيك بيكون عندنا الجانجليا قريبة من الـ CNS فهي قريبة من سباينال كورت أما بالنسبة للبراسيمباثاتيك رح يكون في عندنا الجانجليا قريبة من البراسيمباثاتيك بدأ تكون موجودة من القريبة من الأورجن طبعا بسبب وجود هاي الجانجليا بيفسرننا أنه بريجانجليا بالسمباثاتيك بتكون عبارة عن short والpost ganglia بتكون عبارة عن long والعكس تماما بالنسبة للبراء في هاي بالمجمل مكان وجود في عندنا اشي يسمى uninervated receptor اللي هن عبارة عن مستقبلات او receptorات ما بيكون عليها اي وجود للأعصاب في بعض الورغان او بعض الريسبتورات بيكون ما في عليهم اعصاب ولكن بيستجيبوا للأتونوميك نيرفا سيستم وبيستجيبوا لبعض الادوية مع العلم انه ما في عليهم انيرفاشن يعني مهمهم مغطيين بالنسبة للاعصاب مثل مين مثل عندنا الماسكرونيك ريسبتور لازم نحفظها الاماكن ومثل ال ادرينو سيبتور on the apocrine sweet gland وعندنا الالفا وان والالفا تو اللي موجودين عندنا بالبلاد فيزل فايذا بالنسبة لوجود الان انيرفيتد ريسبتور لهن المستقبلات او ريسبتورات اللي لي عليهم الادرينيرجيك بالأبو كرين اللي هي ألفة تو وعندنا البتة تمام فهي هنا المستقبلات اللي ما بيكون عليهم أي وجود للأعصاب طيب نحن إذا عملنا اكتيفاشن للأوتونوميك نيرف السيستم شو ممكن يصير علينا أو يصير على جسم الإنسان اي جزء من الانس اي جزء من الانس سيكون فيه إلو تأثير خاص بالعضو اللي هو بيوصل إلو هاي السهلة العصبية بسبب أنه وجود الأعصاب اللي بتغطي أجزاء من الجسم منها الآيرس اللي موجودة في العين اللي هي القزحية وممكن ندرس كمان اللي هي الساينواتريال نود اللي موجودة في الهيرت هذول الجزئين رح نركز عليهم في مقارنة ما بين بالنسبة للآيرس اللي موجودة في العين القزحية للعين والساينواتريال نود العقد اللي موجودة ضمن الهيرت اللي بتتحكم في ضربات القلب هذول رح يستقبلوا مسيالات عصبية من السمبثاتيك ومن الباراسمبثاتيك حسب الوضع اللي نحن فيه يعني إذا شلنا تأثير السمبثاتيك والبراسمبثاتيك يعني شلنا تأثير أو الديوميتر للبيوبل سيميلاري نفس الشي ذا كاردياك سينوس نود باسمي كالريت هاذ حوالي من 100 إلى 110 بالدقيقة يعني كان في عندنا غانجليا وسكرنا هاي الغانجليا سواء كانت هاي الغانجليا بتتأثر بالسمبثاتيك أو بالباراسمبثاتيك The answer is predictable if one none which system is dominate لحنا منجاوب على هذا السؤال لما نعرف شو هو الجزء المسيطر على هاي ريسبتورات يعني إذا كان الجزء المسيطر باراسمبثاتيك فرح يتبع هذا العضو لحركة البراسمبثاتيك يعني مثلا في حالة الراحة عضل القلب تكون مستريحة فهذا الشيء منسميه dominate فعضل القلب مثلا في حالة الـ dominate باراسمبثاتيك رح تخضع إلى البراسمبثاتيك زي ما حكت لكم في حالة الراحة البراسمبثاتيك بيكون مسيطر على البيوبل وعلى الهارت أو السينواتريال نود الموجودة عندنا بالهيرت يعني تأثير البراسمبثاتيك هو رح يكون على البيوبل وعلى سينواتريال نود الموجودة في الهيرت ذس إذن بلوكد أوف بوث سيستيم وذ ريموفل ذا دوميناتد باراسمبثاتيك أوتونميك نيرفا سيستيم أند نن دوميناتد سينبثاتيك أوتونميك نيرفا سيستيم إفكت رزالت مايدرياسيز أند تاكيكارديا يعني مين المسيطر على البيوبل وعلى الهارت قلنا البراسمبثاتيك طيب إذا أغلقنا هذا البراسمبثاتيك فراه مين رح سيطر رح سيطر السمبثاتيك السمبثاتيك تأثيره على البيوبل منسمي مايدرياسيز باراسمبثاتيك هذا الجدول باختصار لازم نحفظ بصم 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 ما فيه أي إشي ممكن أحكي لكم يا اللهم فينا ساعدكم في طريقة حفظه كيف بدي أسهل عليكم حفظه نحن زي ما اتفقنا بالنسبة للبراسمبثاتيك المستقبلات أو الريسبتورات هن كلهن ماسكورينيك وللتسهيل كمان كلهن عبارة عن م ثري ما عدا الهيرت عبارة عن م تو هاي ام ثري هذول كلهن ام ثري بس هاي هي عبارة عن ام تو ما تبقى بالنسبة للسيمبثاتيك والله بدنا نحفظ لازم نحفظ الاكشن تبقهم ولازم نحفظ شو نوع الريسبتور بس حطوا في بالكم إنه دائما أو بالغالب بالنسبة للألفا هو كونتراكشن وبالنسبة للبتا هو ريلاكسيشن هاي لازم تحطوه في بالكم إنه ألفا كونتراكشن وبتا ريلاكسيشن هذا جدول مش زيادة طيب كيف نحنا ممكن نتذكر أو نعرف السيمبثاتيك السيمبثاتيك زي ما اتفقنا نحنا بالبداية هي عبارة عن حالة الطوارئ اللي هي اللي هي الكر والفر يعني حالة الطوارئ طيب لما يكون الإنسان في حالة طوارئ شو ممكن يطرق على بعض الأجزاء أو الأعضاء اللي موجودة في الجسم أول شي بالنسبة للبيوبل البيوبل هي القزحية أو عفوا البؤبؤ اللي موجود في العين زي ما اتفقنا في السيمبثاتيك في السيمبثاتيك رح يكون عندنا البيوبل دايليشن دايليشن يعني بزيد عندنا القطر دايليت بالنسبة للهارد ريت أكيد لما يكون الإنسان خايف أو بيركض أو في عالية سترس في حالة طوارئ أكيد رح يزيد عندنا اللي هو الكونتراكتيليتي أو الهارد ريت بالنسبة للبرونكايلس اللي هي القصبة الهوائية رح يصير عندنا دايليت عشان تدخل أكبر قدر ممكن من الهواء بالنسبة للجي آي تراك رح يصير في عندنا شوتداون رح يصير في عندنا هبوط لأنه بصير في عندنا جدار الـ رح يصير إلى أما بالنسبة للسفينكتر و latent المصارات الموجودة رح يصير في لها contract فهي عامل متعكس ما بين جدار الـ وما بين المصارات الموجودة في الـ نفس الشي بالنسبة للبلدر رح يصير في عندنا الجدار relax والسفينكتر رح يصير في إلى contraction بالنسبة للبلد رح يروح الجسم أو الدم رح يتركز أو ينتقل من الـ والسكن رح يوصل إلى العضلات الهيكلية أو المصل بشكل عام لحتى تأدي وظيفته بالنسبة للميتابوليزم أكيد السبلاي أوف غلوكوز رح يزيد عندنا لحتى يأمن الطاقة هاي بالنسبة للأمور الهامة لموجودة في السيمباثاتيك بالنسبة لهاي الصورة هنا منحكي عن حالة السيمباثاتيك كيف بيشتغل عندنا الأعضاء الموجودة عندنا بالجسم أول شي بالنسبة للسلايفا رح يكون عبارة عن little and viscous في حالة طوارئ الإنسان بيكون ما في عنده سلايفا بيكون كميته قليلة وبيكون لذج جوية بالنسبة للبرونكلي رح يكون في عندنا دايليشن زي ما حكينا أو زي ما تبين عندنا بالنسبة للصورة اللي قبلها بالنسبة للسكن رح يصير في عندنا بريسيربريشن اللي هي التعرق زيادة بالنسبة للليفر رح يصير في عندنا زيادة في إنتاج لغلوكوز والهارتريت أكيد رح يزيد بالنسبة للمعدل ضربات القلب رح يزيدنا عندنا وبالنسبة للفاتيشون رح يصير عندنا الليبولايسز زيادة رح يتكسر عندنا الدهون رح تحطم الليبيد بالنسبة للبلدر سفينكتر رح يزيد عندنا المصرة اللي بتكون على الجال بلدر أو يوريناري بلدر بالنسبة للسكريتا المصر رح يزيل في عندنا البلد فلو على السكريتا المصر وبالنسبة للأي بيوباليري رح يصير عندنا دايليشن هاي بالنسبة للسيمباتاتيك أما على الوجه الآخر أو النقيض بالنسبة للباراسيمباتاتيك العكس تماما رح يكون بالنسبة للأورغان بالنسبة للعين رح يكون عندنا ميوسيز أو كونتراكشن للبيوبال بالنسبة للبرونكلي رح يصير في عندنا كونتراكشن السلايفر رح تكون عندنا كمية كبيرة وتكون بالنسبة للهارد تريت رح يقل عندنا الهارد تريت والكونتراكتيليتي الى اخره بعض الامور اللي بتخص البارا سيمباتاتيك هلا بالنسبة للبيوبل كيف رح نحفظهم في حالة السيمباتاتيك والبارا سيمباتاتيك الافكت على الاي رح يكون هو يبار عن كونتراكشن الراديا المصل كوز دايليشن منسميه ماي درياسيز هاي في حالة السيمباتاتيك اذا في حالة السيمباتاتيك رح يكون عندنا الراديا الحرف الدي دايليشن مادرياسيز هاي في حالة السيمباتاتيك سيستم اما في حالة البارا سيمباتاتيك بالنسبة للسيركولر مصل رح تصير في عندنا كونتراكشن فمنسميه مايوسيز زي ما نشوف عندنا البوبو في حالة الميوسيز رح يكون عندنا ضيق متضيق أما بحالة السيمباتاتيك منسميها مايد ريسز بيكون في عندنا توسع للبؤبؤ هون رح نقارن ما بين السيمباتاتيك والبراسيمباتاتيك بالنسبة للسيمباتاتيك في حالة الفايت اند فلايت زي ما حكينا تتوزع الإشارات من central nervous system وبتروح إلى مختلف أنواع من الأورغن في حالة الطوارئ كل الجسم رح يستجيب كل الأعضاء الاسكليتر مصل الهارتريت الجي آي والقلان بمختلف أنواعها رح تتنبه فمنسميها أو منعبر عنها بنسبة للأوتبوت تبع السيمباتاتيك بيكون ديفيوز بيكون متداخل يعني عدة إشارات جاية من السيمباتاتيك تنطلق إلى عدة أماكن أو عدة أورغن أو غلاند إلى آخرين أما بالنسبة للريست أن دايجست اللي هي في الباراسيمباتاتيك عندنا أكثر من سيال عصبية بتيجي من السيمباتاتيك تروح إلى أورغن واحد فعشان هيك منسميها الديسكريت فهي منفصلة بالنسبة للسيالات العصبية في الباراسيمباتاتيك هون بيحكينا أنه بالغالب بيكون عندنا السيمباتاتيك والباراسيمباتاتيك بيشتغلوا بشكل متعاكس ولكن مش دائما في بعض الأحيان بيكونوا بيشتغلوا نفس العمل ولكن في الشكل العام بيشتغلوهما بشكل متعاكس طبعا هاي الصورة كثير مهمة بتلاحظ الفرق ما بين السيمباتاتيك والباراسيمباتاتيك على معظم الأورغن الموجودة في الجسم حكيناهم كلهم أغلبيتهم فهاي الصورة ركزة عليها كثير بيجي منها كثير أسئلة طيب هنا بالنسبة لإفراز الأسيطايل كولين اللي هو نيورو ترانزميتر ولما يربط على الرسيبتور خلينا نشوف شو هي الآلية اللي بتنفيه صناعة الأسيطايل كولين من الصفر وإلى النهاية في البداية بيكون في عندنا أسيتيل كو اي وعندنا الكولين هذول المركبين بيتحدهم بعضهم بشكل عندنا الأسيطايل كولين الأسيطايل كولين عن طريق مركب ال VAT رح يدخل عندنا ضمن فيزل هاي الفزل مش بس بتحتوي على الأسيطايل كولين ممكن تحتوي ATB ممكن تحتوي السبستانس بي بس ولكن خلينا نعرف أنه البرائمري نيورو ترانزميتر هو عبارة عن الأسيطايل كولين أما الATB والسبستانس بي هسمنا رشو وظيفتهم بعد هيك دخول الكاليسيوم وارتباطه على سطح هاي الفزل رح يحفز يصير في عندنا ديفيوجين لهاي الفزل ضمن البري ساينابتك نير لحتى أنه يطلع عندنا الأسيطايل كولين إلى الكلفت ما بين البري والبوست بالنسبة للنير بس يطلع عندنا الأسيطايل كولين بعد هيك ممكن الأسيطايل كولين يربط على الريسبتور ونوع الريسبتور رح يكون عبارة عن كولين وأستيريز زي ما احنا تعرفنا على أنواع الريسبتورات رح يكون هو عبارة عن كولين أستيريز أما الحالة الثانية ممكن الأسيطايل كولين يروح يربط مع إنزايم من سميه أسيطايل كولين أستيريز فبصير إلو تكسير تكسير أسيطايل كولين يعطينا كولين يعطينا أسيتيت هذول المركبين بيرجعوا وبيدخلوا إلى البري ساينابتك نير لحتى يعاد استخدامهم إلى أسيطايل كولين لحتى نرجع نصنحهم في بعض الأحيان ممكن الأسيطايل كولين في بعض الأحيان الأسيطايل كولين هذ ممكن إنه يرجع ما يربط على الريسبتور بالبوست نيرف ممكن يرجع على نفس النيرف اللي طلع منه يربط على الريسبتور تبعه فإذا رجع الأسيطايل كولين وربط على نفس النيرف منسميه أوتو ريسبتور إنه طلع الأسيطايل كولين من نيرف ورجع ربط على نفس النيرف فمنسميه أوتو ريسبتور ممكن في حالات أخرى أو حالات ثانية يجي نيرو ترانزميتر من نيرب آخر يربط على نفس النيرب تبع الأستيطال كولين هاد فبهاي الحالة فبهاي الحالة منسميه هو عبارة عن هيتيرو ريسبتور رح نتعرف عليهم مقدما أنواع الريسبتورات هاي نفس الوضع بالنسبة للنور إبنيفرين في البداية رح يصير عندنا تكوين للنور إبنيفرين أو الدوبامين بالبداية رح يشكل عندنا الدوبامين بوسطة مركب يسمى الفيمات رح يدخل إلى الفيزل كاليسيوم بيجي بربط على سطح هاي الفيزل بيتحفز إفراز النور إبنيفرين النور إبنيفرين ممكن يصير له أنه يرتبط على الريسبتور تابعه اسم الريسبتور هو عبارة عن أدرينو سيبتور أو ممكن يصير له يرجع يدخل إلى نفس النيرب زي ما حكينا بالأوتو ريسبتور يدخل إلى البري ساينابتك أو ممكن يصير له ديفيوز إلى الدم ما في عندنا هون تكسير للنور إبنيفرين وإنما بيصير عندنا ديفيوز ضمن الدم هلا بليجي إلى مصطلح يسمى الكو ترانزميتر من اسمها كو ترانزميتر يعني الناقلات المساعدة زي ما شفنا قبل شوية الأستيطاريكولين حكيت لكم أنه بالفيزل ما بيكون عندنا بس أستيطاريكولين بيكون في عندنا مواد أخرى بيكون في عندنا ATP بيكون في عندنا Substance B بيكون عندنا أكثر من إشي فها هي وظيفة الكو ترانزميتر أنه يتساعد لبريماري بتساعد الأستيطاريكولين على أنه يؤدي وظيفته زي ما حكيت لكم بيكون في عندنا Primary Agent اللي هو الأستيطاريكولين وبالإضافة إلى بعض المواد الأخرى اللي بنسميه كو ترانزميتر يعني هاي الكو ترانزميتر ممكن تكون في نفس الفيزل اللي بيدخل فيه الأستيطاريكولين أو ممكن تأتي من فيزل أخرى Substance recognized to date as co-transmitter include ATP, Incofilin, Vaso-Active Intestinal Peptide Neuro-Peptide Y و Substance B و Neurotensin و Somastatin and other هاي بعض المواد اللي بتشتغلك as co-transmitter The main rule in Autonomic Function appeared to involve modulation of synaptic transmission طبعا بالنسبة للدور الأساس اللي بتقوم فيه هاي الكو ترانزميتر إنه هي بتعمل medulation للساينابتك ترانزميشن النقل بتعمل إله وتعديل The same substance function as a primary transmitter in other synapses في بعض العصاب أو بعض الاتصالات العصبية بتكون عندنا الكو ترانزميتر هي بتكون نفسها لبرايمري ففي عندنا هذا الجدول ببايدنا بعض الكون ترانزميتر هلا منيجي إلى receptor characteristic خلينا نقسم الريسبترات اللي موجودة في جسمنا إلى ثلاثة أقسام حسب النيورو ترانزميتر اللي بيربط عليها ففي البداية عندنا الكولينو ريسبتر وفي عندنا النوع الثاني أدرينو ريسبتر والنوع الثالث اللي مشتق من النوع اللي هو الدوبامين ريسبتر في البداية خلينا نبلش بالكولينو ريسبتر بالنسبة للكولينو ريسبتر اللي هو عبارة عن ريسبتر بيستقبل الأسيتاري الكولين فإذن الكولينو ريسبتر رح يقسم إلى قسمين هذول الريسبترين رح يستقبلوا أو يربط عليهم الأسيتاري الكولين هنه الماسكورينيك ريسبتر والنيكوتينيك ريسبتر زي ما بنعرف الماسكورينيك ريسبتر هو موجود في التيشو اللي بتكون دوميناتد إله باراسيمباثتك النيكوتينيك ريسبتور تكون موجودة إما بالغانجلية أو أحصرها تكون موجودة في الغانجلية أيضا يتحدث عنه كولونيرجيك ريسبتور ممكن نسميه كولونيرجيك ريسبتور هذا الموليكيو يتحدث عن أسيتايل كولين زي ما حتفقنا أنه النيورو ترانزميتر اللي بيشتغل عليهم هم الأسيتايل كولين and it's analog بعض الأشياء المشابهة له كولونيرجيك ريسبتور are subdivide as follows إنه هو بيقسم إلى ماسكرينيك ريسبتور as their name suggests this receptor respond to mascarine هذا ريسبتور بيربط عليه الماسكارين اللي هو عبارة عن الألكالويد as well as to acetylcholine بيربط عليه الماسكارين ويربط عليه الأسيتايل كولين The effect of activation of this receptor resembles us of post ganglionic parasympathetic nerve stimulation يعني لما ننبه هاي الريسبتورات بيربط عليه الأسيتايل كولين أو الماسكارين فرح تعطينا افكت مشابه إلى البراسيبتك mascarine receptor are located primary مواقع الأساسية التي تكون في هاي الماسكارينيك ريسبتور هي عبارة عن autonomic effector cell قريبة من العضو من الأورغان اللي يصير عليه افكت include heart, vascular, endothelium, smooth muscle, pre-synaptic nerve terminal and exocrine gland فبتكون هي قريبة من الأعضاء المختلفة evidence including their gene has been found for subtype من الماسكارينيك ريسبتور M1, M2, 3, 4, 5 of which three appear to be important peripheral autonomic transmission all five are G-protein-coubled receptor بالنسبة للثلاث أنواع منها هنا رح يكونوا مهمات بالperipheral autonomic transmission الخامسة كلهم بيخضعوا إلى G-protein-coubled receptor من يجل النوع الثاني اللي هو النيكوتينيك ريسبتور this receptor are located on the ion channel and respond to acetylcholine and nicotine هاي الريسبتورات بتكون موجودة في الغالب على ال ion channel ال neurotransmitter اللي تستقبلوا هو عبارة عن acetylcholine أو النيكوتين another acetylcholine mimic by opening the channel النيكوتين هو عبارة عن مشابه ال acetylcholine بيشبهوا ميمك مشابه إلو بيعمل على opening للchannel تبعت الصوديوم أو البوتاسيوم the two major nicotinic subtype are located in ganglia and in the skeletal muscle and plate فوجود النيكوتينيك ريسبتور موجود في الغالب على القانجلية the nicotinic receptor are primary receptor for transmission at this site بتكون هي موجود هاي الريسبتورات في المواقع المخصصة إلها لحتى تعمل عملها في ال ion channel فهاي عندنا الصورة بتوضحنا الماسكورينيك ريسبتور اللي هي M12345 والنيكوتينيك ريسبتور هي NN و NM بالنسبة للNN اللي هي بتكون عندنا النيكوتينيك ريسبتور اللي موجود عندنا في الغانجلية زي ما اتفقنا انه النيكوتينيك بيكون موجود عندنا بالغانجلية وبيكون موجود عندنا ضمن ال skeletal muscle ال NM هي عبارة عن النيكوتينيك ريسبتور اللي موجودة في skeletal muscle طيب الام واحد وثلاث وخمس بتشتغل عالجي كيو كابلت فهي بتعمل على تحفيز او استيميوليشن للفوسفولايباز سي فحتى يفرز الاي بي ثري والدي اي جي داي أسيري غليسيرول وهذول بدورهم بيرفعوا من انتاج او تحفيز الريليز للكاليسيوم اما بالنسبة للام تو والام فور هذول بدورهم جي اي انهيبشن للجواناليل سايكليز بالنسبة للنيكوتينيك زي ما اتفقنا ان هم مشتغلو عالايون شانيل بالنسبة للصوديوم بوتاسيوم فميعملو على اوبنينجلهيس شانيل هلا منيجي للنوع الثاني من الريسبترات اللي هو الادرينوسيبتر من اسمه ادرينوريسبتر فهو ادرينيرجيك ريسبتر زي الاسم بيستقبل عندنا ااة او يقسم الى قسمين اللي هنا الالفا ريسبتر والبتا ريسبتر بالنسبة لنيوروترانزميتر اللي بيرتبطوا فيه هنا الأبنفرين والنور إبنفرين بالغالب هاي الجملة مهمة جدا بيشتغلوا عكس بعض في الغالب في الغالب الفتو بتكون انهيبشن والالفا وان بتكون استيميليشن في الغالب يعني فعشان هيك منكون هما ديفيرنت فاميليز وديفيرنت جي بروتي بالنسبة للبيتا ريسيبتور بتكون موجود عندنا بالموست تايب اوف سموث ماصل كاردياك ماصل بريساناتيك نيرف تيرمينال اللايبوسايت واللي موجود عندنا بالبريم بالنسبة للبيتا ريسيبتور هي ثلاثة البيتا 1 2 3 هذول الثلاثة كلهم نفس الشغل بيشتغلوا ونفس الجي بروتيين اللي بيشتغلوا عليه عكس الالفا الالفا كانوا متعكسين ما بينهم النوع الثالث من الريسيبتورات اللي هو الدوبامين ريسيبتور الدوبامين ريسيبتور اللي دي هو من رمزه بحرف D او D A الدوبامين ريسيبتور هو عبارة عن سبكلاس من الأدرينو سيبتور هو جزء من الأدرينو سيبتور ولكن بيختلف بحسب توزعه بحسب الوظيفة اللي بيقوم فيهم الدوبامين ريسيبتور are especially important in the renal and splantic visal in the brain فوجودهم بالرينل وموجود عندنا في البرين although at least خمس أنواع من الدوبامين من D1 الى D5 ولكن D1 هو أهم واحد وأكثر واحد منتشر نحن لحد الآن اللي موجود عندنا هنا D1 و D2 فهاي بالنسبة للدوبامين ريسيبتور موجود عندنا another type of dopamine receptor also occur in the CNS موجودين عندنا في ال CNS فبالنسبة للتلخيص عام وشامل للريسيبتورات في عندنا alpha receptor alpha 1 alpha 2 زي ما اتفقنا ان هما بشتغلوا بشكل متعاكس فالالفا 1 رح تكون GQ coupled يعني رح تشتغل على انه تحفز الفوسفول IBSC لحتى يفرز ال IP3 والDAG وبزيادة الكاليسيوم alpha 2 رح يعمل Inhibition لG coupled بالنسبة للبتا ريسيبتور زي ما اتفقنا انه هي بتشتغل على GS coupled انه هي بتعمل Stimulation beta 1 beta 2 beta 3 نفس العمل الدوبامين نفس الشي بيشتغل على GS coupled واشهر واحد واكثر واحد موجود عندنا الهواء ال D1 هذا الجدول زي الجدول الاول التشابتر بيحكي عن نفس الكلام هلا بنيجي للSite of Autonomic Drug Action وين ممكن الدراج يشتغل على ال Autonomic System because of the number of steps in the transmission of Autonomic Command from the CNS to the effector cell there are many sites at which Autonomic Drug may act بسبب عندنا وجود عدة خطوات في انتقال السيارة العصبية من CNS الى الافكتور فاحنا ممكن هذا الدو يشتغل على اكثر من مكان This site include the CNS Center ممكن يشتغل على CNS Center الجانجلية البوست جانجليوني كنير والافكتور سيل ريسبتور and the mechanism responsible for transmitters synthesize storage release and termination of action فهو بيشتغل على عدة امور على عدة اماكن معينة ممكن CNS جانجليا الافكتور سيل حتى بالبوست جانجليوني جانجليا ممكن يشتغل عندنا على synthesis على storage على release الاخرين The most selective effect is achieved by drug act at receptor that mediate very selective action فكلما كان الدواء selective اكثر للريسبتور رح يعطينا بالنهاية response النهائي رح تكون more selectivity Many neutral and synthetic toxin have significant effect on autonomic and somatic nerve function function بسبب عدم قلة specific بالنسبة للأدوية رح تعمل لنا toxicity هاي عندنا بعض الأدوية وهين بتشتغل على Autonomic Nervous System هلا رح ننتقل لموضوع آخر اللي هو موضوع integration كيف ممكن Sympathetic والبرasympathetic يعملوا integration تكامل بالوظيفة فيما بينهم بالنسبة لل Autonomic Nervous System كاملا اكيد لازم يكون في اتصال ما بين Sympathetic والبرasympathetic يعملوا توازن في الجسم function integration in the ANS is provided mainly through the mechanism of negative feedback اللي هي التغذية الراجعة السلبية يعني زيادة مركب بيعطي إشارة للمصدر انه وقف إنتاج هذا المركب هذا المختصر لكلمة negative feedback and is extremely important in determining the overall response to endogenous and exogenous ANS transmitters and their analog انه هذا بالنهاية رح يعطينا تحديد للاستجابة الكلية انه رح تكون هي عبارة عن Sympathetic والعبارة عن Sympathetic الاخري This process is used pre and post synaptic receptor at the local level في على المستوى المحلي على مستوى يعني النيرف نفسه رح يكون في عندنا التنظيم ما بين pre وما بين post synaptic اما بالنسبة لل systemic level بشكل عام رح يكون في عندنا hemostatic reflux اللي هي منعكسات التوازن على مستوى systemic كامل فخلينا نبدأ في البداية اللي هو central integration اللي هو التكامل المركزي بالنسبة للجسم at the highest level وهو بكون على مستوى عالي في عندنا midbrain والميدلة the two division of ANS and the endocrine system are integrated with each other رح يصير في عندنا تكامل ما بين ال endocrine system اللي هي نظام الغدد الصماء وما بين midbrain والميدلة في ال ANS with sensory input and with information from higher CNS centers including the cerebral cortex طبعا رح يصير في عندنا التكامل مع مين مع sensory input اللي هي الإشارات القادمة من خلايا أو العصاب الحسي المنتشرة في جميع أجزاء الجسم والمعلومات اللي جاية من الدماغ فكله هذا رح نعمله تداخل فيما بينه رح ينظمه اللي هو ال ANS This interaction are such that early investigator called the parasympathetic system اللي يسموها trophotropic وان يعني leading to growth used to rest and digest يعني بالمختصر كلمة parasympathetic لما أول ما كتشفوها أو تعرفوا عليها صاروا يتلقوا عليها اسم trophotropic يعني إنه هو إشي بيؤدي للنمو يعني rest and digest إنه الإنسان بيكون مرتاح وبيضم فهذا معنى parasympathetic عشان هيك أطلقنا على parasympathetic هي حالة الراحة أما بالمقابل Sympathetic اللي هي ergotropic اللي هي leading to energy expenditure اللي هي استهلاك الطاقة فهون بيصير في عندنا fight and flight fight or flight اللي هي عامية الكر أو الفر فهي تقريبا ملخص إنه تسمية Sympathetic أو parasympathetic كيف إجت وشو بنطلق عليهم وبالنسبة لل central integration هون بيصير عندنا اللي هو من طريقة cns إلى ans بالنسبة للنوع الآخر من الintegration اللي هو systemic refluxes اللي هو المنعكسات اللي موجودة في جسم الإنسان اللي حتى تعطينا التوازن Systemic refluxes include mechanism that regulate blood pressure gastrointestinal motility bladder tone airway smooth muscle تتحكم المنعكسات هاي بالنسبة لل blood pressure إذا خفض عندنا الضغط طبعت إشارة لل cns إنه تم انخفاض الضغط فبيروح بيعمل إشارة لل simpathetic فبزيد عندنا contractility تتبع القلب لحتى ترفع الضغط وهكذا فهي أحد الأمثلة على systemic reflexes and other process في بعض العمليات الأخرى the control of blood pressure by baroreceptor neural reflex and the rhenine angiotensin aldosterone hormonal response بالنسبة للقلب في عندنا baroreceptor اللي هي عبارة عن ريسبتورات موجودة بجانب القلب هاي الريسبتورات بتتنبه إذا خفض عندنا ضغط الدم فبتبعث إشارة لل cns إنه الضغط قل فبيروح cns بيبعث إشارة لل simpathetic إنه إعمل زيادة للضربات القلب أو ممكن عن طريق الرhenine angiotensin aldosterone هيرمون هاي الهيرمونات بتكون موجودة فبتعطي إشارة إنه ضغط الدم مثلا قل فبصير يدخل عندنا sodium بالنسبة لل ion channel بصير يدخل عندنا sodium وبصير عندنا زيادة في ال heart rate this hemostatic mechanism have evolved to maintain main arterial blood pressure at the level determined by the vasomotor center and renal sensor طبعا هاي العمليات اللي بتقوم فيها الجسم هي عبارة عن systemic reflexes بتأمن إنه المحافظة على ضغط الدم any deviation for this blood pressure and sit point cause a change in ans activity and rhenine angiotensin aldosterone level أي تغيير في sit point على blood pressure رح يسؤدي إلى التغيير في ال activity ال ans طيب this change are very important to determining the response to condition or drug that alter blood pressure طبعا هاي التغييرات اللي بتحدث رح تغير رحصير في استجابة لهاي الحالة ورحصير في عندنا التغيير في blood pressure for example إذا صار في عندنا decrease في ال blood pressure نزل عندنا ضغط الدم caused by homerage caused increase s ans discharge and rhenine release طبعا إذا صار في عندنا انخفاض في ضغط الدم نتيجة اذية او ايصابة رح يصير في عندنا زيادة في تنشيط السمباثاتيك autonomic nervous system ورحصير في عندنا اطلاق للرينين هذول العمليتين اللي هنه s ans والرينين رح يرفعوا من ضغط الدم as a result peripheral vascular resistance venous tone heart rate and cardiac force are increased by neuroebinephrine released from sympathetic nerve طبعا اللي سيطر هون عندنا السمباثاتيك فالسمباثاتيك رح يعطي neuroebinephrine neuroebinephrine رح يزيد عندنا بالنسبة لل cardiac force رح يزيد من heart rate وبالتالي رح يرتفع عندنا الضغط بالنسبة لل blood volume is replenished by retention of salt and water in the kidney under the influence of increased level of aldosterone طبعا ال aldosterone كمان مهم بحيث انه رح يرفع الضغط رح يعمل لنا replenished the retention of salt and water اللي هي اعادة امتصاص الماء والاملاح من الدم فرح يزيد عندنا من حجم الدم وهذا الشي رح يرفع عندنا من الضغط فهي عندنا صورة بتوضح ففي البداية اذا كان عندنا الحالة الطبيعية بعد هيك صار عندنا تغيير على الحالة الطبيعية فاذا كان عندنا ما والنفترض انه عندنا قل الضغط فهذا الشي رح يحفز الفوزو موتر سنتر الفوزو موتر سنتر رح يبعث اشارة الى cns cns بدور رح يبعث اشارة الى السمباثاتيك السمباثاتيك رح تزيد او تنشط من عملها فرح يصير في عندنا زيادة بالهارد تريت اما البارة سمباثاتيك رح تعملوا تثبيت لانو البارة سمباثاتيك بيقل من ضغط الدم او من الهارد رح تعملوا تغذيه هذه الحربة تحكمة قد يكون لارد لتفهم بعض التحكمة من المطق بطريق التحكمة بمثل الى دولات مثل هيدرالزين سيكون مقامة حتى تحكمة طيكيكاردية وباريسيط رفلق والمع والمع ارتفاع تحكمة throw the use of additional drug يعني في البداية إذا كنا نستخدم دواء فازوديليتر زي الهايدريلازين هذا الدواء بنزل الضغوط ولكن في الحالة الطبيعية لجسم الإنسان في عندنا منعكس البراريسبتور وفي عندنا الرينين system response هذول إذا كانوا شغالين رح يرفعوا من الضغوط والدواء بنزل من الضغوط فهن إحنا ما رح نستفيد إشي لازم نستخدم أدوية أخرى additional drug لحتى تعمل على منع البراريسبتور ريفليكس وتعمل منع الرينين system response فنحنا لازم نكون عارفين الهيموستاتيك سيستم لازم نكون مدركين شو وضع المريض لحتى نقدر نوصف له الدواء المناسب النوع الثالث واللي هو الأهم اللي هو الـ local integration الـ local integration فبصير في عندنا تكامل محلي على مستوى العصاب بالنسبة للـ local integration هو رح يكون على مستوى الـ pre-synaptic والـ post-synaptic بالنسبة للـ pre-synaptic regulation هو عبار عن local feedback control has been found at the level of the nerve على مستوى الـ nerve نفسه in all systemic investigating the best documented of this is negative feedback of norepinephrine لحتى نفهم إحنا الآلية اللي بصير فيها الـ local integration بنسبة للـ pre-synaptic منشوف حالة الـ negative feedback لـ norepinephrine open it's the release for adrenergic nerve terminal this effect is mediated by alpha 2 receptor located on the pre-synaptic nerve membrane فعلى الـ pre-synaptic نفسه في عندنا ويرجع ويربط على الـ alpha 2 موجود على نفس الـ pre-synaptic في هذه الحالة نسميها عبارة عن auto receptor الـ alpha 2 موجود على نفس الـ pre-synaptic نسميها alpha 2 receptor في بعض الحالات بيجي عندنا الترانزميتر آخر من نيرف آخر وبيربط على هذا البري ساينابتك فبنسميه هيتيرو ريسيبتور خلينا نشوفهم بالنسبة للرسمة بتوضح عندنا أكثر في البداية عندنا إفراز للنور إبنفرن هذا النور إبنفرن رح يربط على البتة أدرينو سيبتور اللي موجود عندنا في البوست ساينابتك هاي عندنا البري ساينابتك ممكن النور إبنفرن يرجع يربط على الألفة 2 اللي موجود عندنا في البري ساينابتك فهون منسميه أوتو ريسيبتور أما إذا إجا عندنا نيرو ترانزميتر آخر من نيرف آخر وربط على البري ساينابتك هذا منسميه هيتيرو ريسيبتور زي الماسكورينيك هاي الماسكورينيك الموجود في عندنا ريسيبتور آخر اللي هو AT1 أيضا هذا يعتبر هيتيرو ريسيبتور إذا أتى عندنا نيرو ترانزميتر من عصب أو عصب آخر ترجمة نانسي قنقر